بشرت لجنة مشكلة لتقييم الوضع في كلية الزراعة بجامعة لحج نزولها الميداني إلى الكلية للوقوف أمام الصعوبات والعراقيل التي تعارمينها الكلية والاعتداءات التي تطالها وذلك حسب قرار تشكيلها من قبل محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله تركي وخلال النزول إلى الكلية وقف أعضاء اللجنة برئاسة نائب جامعة لحج الدكتور محمد عوض وأمين عام الجامعة الدكتور عبدالحكيم حلبوب وعبد الملك ناجي وكيل وزارة الزراعة ومدير مكتب الري بالمحافظة وسعدان اليافعي مدير عام مكتب الإعلام في محافظة لحج حيث اطلعت اللجنة من عميدة الكلية دكتور فاطمة الفقه على أبرز الإشكالات والقضايا التي تعانيها بعد ذلك حيث تطرق اللقاء إلى أبرز الصعوبات المتمثلة في الكهرباء والمنظومة الشمسية التي بوجودها وتوفرها ستحل مشكلة المياه في الكلية واستمرار الزراعة والري والثروة الحيوانية المنتجة والتابعة للكلية وتأهيل القاعات الدراسية وكذا القوى الوظيفية والتدريسية وعملية البحث التطبيقية في الكلية التي تعاني ضعف الإمكانيات وتطرق لقوه إلى الأرض الزراعية الخاصة بالكلية التي يطالها الاعتداء بشكل مستمر وبحاجة إلى تسوير ترجمة نانسي قنقر